وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمدرية الأمن وقطع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحكبها عن التداول وبايع سلع منتهية الصلاحية في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم التموينية المتنوعة وفي مقدمتها حكب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن من ضبط أكثر من 135 طن ونصف الطن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الادمي بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتعبئة ملح الطعام بالقاهرة وضبط 90 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الادمي بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 23 طن لحوم ودواج ومقطعتها غير صالحة لاستهلاك الادمي بحوزة المسؤولين عن عدد من سلجات حفظ السلع الغذائية بالجيزة والقليوبية وتمكنت من ضبط قرابة 12 طن دقيق أبيض وملح طعام غير صالحة لاستهلاك الادمي بالجيزة والمنوفية وضبط أكثر من 12 طن مستلزمات إنتاج دهانات ومنتج نهائي مجهول المصدر ومدون عليها علامات تجارية مقلدة بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة البويات بالجيزة واستمراراً للتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 51 طن أسمدة ومخصبات زراعية تم تجمعها للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة والمنوفية وضبط أكثر من 39 طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها تم تجمعها بقصد بيعها بأزد من سعرها المعلن وبأسعار السوق السوداء بالمنوفية وقنة كما تمكنت من ضبط 30 طن أسمنت بحوزة مالك مخزن لتجارة مواد البناء بالمنوفية قام بتجميع هذه الكمية لبيعها بأزد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء كما تمكنت من ضبط أكثر من 66 طن ضقيق بلد مدعم تم الاستلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء خلال حملات أمنية شنتها بالقاهرة والجيزة والشرقية ونجحت في ضبط 48 طن مكارونة وسكر وملح قام المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بتجمعها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وتمكنت من ضبط أكثر من 28 طن أرز أبيض ومكارونة وضقيق تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وذلك خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالجيزة وكفر الشيخ